اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مواصلة مملكة البحرين لوضع الخطط والأولويات وتبني البرامج الدعمة لمسارات التنمية الاقتصادية بما يسهم في تسريع وطيرة تحقيق الأهداف المرجوة الدعمة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك خلال لقاء سموه في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث نوه سموه بالدور الذي تطلع به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في التعاون مع الدول الأعضاء على صعيد تحقيق أهدافها التنموية من جانبه عرب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية شكري وتقديره لصاحب السمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص واهتمام بمد جسور التعاون مع المؤسسات المالية بما يدعم تحقيق الأهداف المنشودة متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والزهار